الخير عليكم البارحة زارني الدكتور وائل طبيب الاسنام المحافظة الناصرية تحية كبيرة لمحافظة الناصرية جايدة يزورني واكل يمي ونورني وطبعا سويت فيديو انا وياه وسمعوا زين قلت انا انا بعد اذا المثقفين والمحترمين والدارسين والمتعلمين والطيبين جايين يزوروني انا شا سوي بعد بالسلبين اللي يحشون علي وغميتهم عفوا ردت وحدة حضرت جنابها من الانستجرام تقول هي هاي ثقافتش في المانيا انه انت يضغمين متابعينك اولا انا اثقف منك ما احتراماتي لانه الثقافة مش بس بالدراسة الثقافة هي تخلصين العالم من التخلف والجهل وانتي اول الناس انا قلت السلبيين انتي ليش تاخذيها على نفسك يعني حضرت جنابك من السلبيين تستاهلين غمة وطرده من صفحتي واني من منتظره من امثالك يتابعوني حبي افتهمتي يلا يلا احسد الباب وراج اتكلي على الله وهم احبتش ورح انطيك مجال انه تتغيرين هالعقل احبكم حتى السلبيين احبهم ورح لازم تتغيرون طبعا صباح الخير عليكم في موضوع مهم لازم احتي بي وياكم احبكم هوايا لانه اني دائما انصحكم وتنصحوني اخذ منكم وتاخذون مني لان احنا اصدقاء بالأول والأخير واهل في قسم من يعني هذا الكلام موجه للشباب للبنات للرياجي لكل الاعمار اللي يشتغلون يم المدراء يعني اللي يكون عندها شركة يشتغلون يمه اللي يكون عندها مطعم يشتغلون يمه اللي يكون عندها محل بيع كل شي كل شي الموظفين في قسم من الناس من الموظفين يكونون عباقرة ويكون عقلهم متفتح يفتهمون اكثر من المدير انتبهوا اكو شباب او بنات يكونون هم يشتغلون يمشخص او مرأة او كانت رجال مديرة او مدير هم يكونون اشطر منه ويكونون مخلصين بالعمل فهدون المخلصين دائما يتصرفون لمصلحة المحل اسألوني للي لانه انا مجربة دائما يكون مخهم انظف من المدير واحسن واشطر المدير ما يقبل بيهم دائما يحجمهم دائما ما ياخذ افكارهم هو يكون فاشل او يكون غبي هم اشطر منه لما ينطول افكار ما ياخذها دائما يحاول يحجمهم اسألوني انا اشتغلت ويا ابو ابني 34 سنة لا تقولوا لي انه الرجال مراح ايه كان حتى لو كنتي تشتغلين يوم واحد ما تعرفي او تشتغلين يوم واحدة هاي الوحدة دا تعرف انه انتي مخلصة وانتي دماغتش مستحيل منه فدائما تحجمك ودائما تطلب منك الاكثر لانك مخلصة الموظف المنه مخلص المستهتر ما يطلبون منه لانه ما يقدرون عليه اذا يضوجوا رح يعوفوهم ويطلعون فاني انصح لانه انا 34 سنة اشتغلت وانطيت وحاولت انطيت من صحتي ومن عافيتي للمحل كنتم فكرة محلنا طلع مو محلنا للاسف مساحة ايدي بالحيطان 34 سنة اشتغل واتعب وكنت اني كنتم افكر انه هو كان يسوي المحلات بالاخير طلعت اني اني كنت كل اللي اتعب فدائما كان دائما يعني مثلا ما يخليني انطي افكاري فنفس الشي انتو فاللي انصحكم منه تطلعون تشتغلون النفسكم لا تقولوا لي انه ما عندنا فلوس دبر وامور كنت داين واني اعمر 51 سنة بلشت من الصفر ابلش واشتغل واتعب وصح من جوة شنت ميتة من خوفي وقاومت وقلت علي وعلى عدائي قلب دخلت قلب ميت وقلب خيفان بنفس الوقت فانصحكم تشتغلون لانه شو ما رح تسوون ما رح يشوف ولا رح تشوف المديرة لانه دائما فالمخلص يقول يقول يا ريت لو انا كنت صاحب هذا لانه هذا المدير ما عم يفكر عقله ما يفتهم مثلي انه خايف على المحل او خايف على الشركة او خايف على الادارة فانصحكم تطلعون تشتغلون لنفسكم لانه بالاخير كل شي ما رح تستفيدون احبكم ووايا ودير بالكم على نفسكم ونسيت شغلة لما تنطون الفكرة مالتكم للمدير او المديرة تاخذها منكم بس ما تنفذها بعد سنة سنتين او بعد ما يروح الوقت حتى ما تكون فكرتكم تكون فكرتها او فكرته هذا كان يصير ويا احبكم ووايا